لأكثر من عشرين سنة تبدو محطة البحوث الزراعية في مأرب هكذا فالمحطة التي أنشئت قبل نحو ثلاثة عقود بهدف الإسهام في تحسين مستوى القطاع الزراعي وتلبية الاحتياج الكبير الذي تتطلبه المساحات المزروعة بدت عاجزة عن تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها إلى ما قبل الخمس السنوات الآخرة عادت المحطة المتواضعة وكوادرها إلى تصدر نفسها وإثبات حضورها من خلال البحوث والتوعية وإدخال أصناف زراعية جديدة وإكثارها بهدف تعزيز الأمن الغذائي وبرغم تلك الجهود المبدولة لا تزال الحاجة قائمة لمزيد من التطوير والتحسين تم إنشاءها في منتصف التسعينات وتم توريد لها كل الأجهزة والمواد الكيميائية غيرها من المستلزمات التي يحتاجها المعمل في منتصف التسعينات إلا أنه ونتيجة لعدم توفر تيار كهربائي خلال الفترة الماضية لم يتم تشغيل هذا المعمل مما أدى إلى تلحة معظم المختبرات معظم المواد والمستلزمات الهامة لعملية التحليل سواء للطربة أو المياه لذلك تم بحمد الله وشكرة أن تم إيصالة التيار الكهربائي العمومي ضغط عالي تنظم محطة البحوث الزراعية بالتعاون مع مكتب الزراعة أنشطة موسمية تتمثل في تعريف المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي بنتائج الأنشطة البحثية التي توصل إليها الباحثون في المحطة لعدد من المحاصر والبدور وإطلاق أصناف جديدة أجريت عليها اختبارات وتجارب معملية وتحليلية والتحقق من إمكانية جدوى زراعتها وبالنظر إلى ما تقدمه المحطة من خدماتها ولو بحدها الأدنى يتضح مدى الفجوة الكبيرة فيما تملكه كمركز بحثي من إمكانيات مادية وبشرية بدت غير كافية ولا قادرة على تعزيز الأراضي المزروعة ورفع الإنتاجية للمحاصيل ومواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض عمل المحطة نحن نحتاج الآن في الوقت الراهن إلى تمويلنا بالمواد الكيمائية والمستزمات اللازمة لعملية التحليل المزارع في مارك بحاجة ماسة لهذا المعمل خصوصا معمل التربة والمياه لأنك لا تعرف أي نوع من المزروعات التي من ناحية محتوها من العناصر الغذائية في التربة أو غيره لذلك لا بد أن نحل للتربة حتى نعرف أي نوع المحصول الذي يزرع فيها تحاول السلطات المحلية في محافظة مأرب تقديم الدعم لمحطة البحوث كونها الداعم الرئيس لأنشطة المحطة وموازناتها التشغيلية في وقت تقيب وزارة الزراعة وجهات أخرى عن القيام بالتزاماتها وتعهداتها ولو بحدها الأدنى تقدم محطة البحوث الزراعية هنا خدماتها للزراعة والمزارعين وهو ما يستوجب من الجهات المعنية مضاعفة جهودها وانتشال المحطة من واقعها المر لتصبح قادرة مستقبلا على تحقيق أهدافها والارتقاء بالقطاع الزراعي إلى حال أفضل مما هو عليه اليوم خليل الطويل تنات بالكيم مأرب